السلام عليكم ورحمة الله اليوم جبت لكم في هذا الفيديو ستنسى وقع الوصفة التي تستعملها ستبقى وتحتمل هذه الوصفة بالنسبة لهذا المغرير سنحتاج ثلاثة الكسان بعبار كاس لعنبة 150 جرام في وزن كل واحد سميدة خاصة بالحرشة سميدة رقيقة سميدة رقيقة سميدة صفرة سميدة سميدة بواسطة بنفس العبار صغيرة مع مراش سميدة سميدة خميرة خبز سميدة صاشي سميدة خميرة الحلويات سميدة 7 جرام الماء سميدة مائزة نخلط هذه المواد الناشفة ومن بعد نضيف لها هذا الماء ضروري نخلطهم في اللول في واحدة الإناء او في واحدة البول باش مايتكون وليش هدوك الكويرات ونخلطهم في الميكسر او في الخلاط الكهربائي نخلط هذه الخليطة في الميكسر ونخلط مدة خمسة دقائق نستمر في الخليطة البغرير ضروري يخلط المزيان باش ينجح معنا نخلط هذه الخليطة في هذا الإناء ونخمر مدة عشرة دقائق هذا المقادر ديال البغرير أعطتهم لعقوستي لا تشبعوش منه هذا البغرير صراحة كنت نجرب كان نصوب البغرير ولكن ما كانش كيصدق بحال هذا بغرير رائع ما قديش نشكره لكم يجبسكم ضروري تجربوه ناخد ميقلات خاصة بالبغرير ونضع فيها العجينة ضروري يجبسها تكون ما كتلسقش الميقلات انتم ما كتشوفو فاش كالطيب كتشوفو دوك التقيبات كيفاش كيكونوا بغرير ناجح جربوه على ضمانتي المهم من النار العافية اللي كتطيبوا عليها كتكون شوية مجهدة ما كتكونش هادئة ما كتكونش المهم كتكون متوسطة والميقلات ضروري ستكون ما كتلسقش وفي كل مرة كنت طيب بغريرها كنحاول انني نبرجوا هذيك الميقلات كنكمل الطياب المهم هذي البغرير كيجي كما قلت لكم كيجي بغرير كيجي كما تشوفو خفيف ما كتحسوش به المهم عجزت على الوصف دياله هذي هي البغرير عن قرب انتم ما كتشوفو فيها كيفاش كتجي خفيفة خفيفة بزاف و كاملة كتجي كاملة متقوبة نجحة بزاف هدى كنكمل معاكم بقية ديال الخاليتي ديال المغرير كنتم ما كتشوفوو كنخليوها تحمار شوية من تحت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة